حزب الحرية يطالب بطرد المهاجرين ورفع العقوبات عن روسيا توقعات بتأخر تشكيل الحكومة النمساوية بسبب تعقيدات التحالفات وسائل الإعلام الدولية تعبر عن غضبها عقب تصدر حزب الحرية للانتخابات حزب الحرية يحقق خمسة مليون يورو إضافية سنويا بعد تصدره للانتخابات وثلاثون بالمئة من ناخبي حزب اس بي او في بينا غابوا عن الانتخابات والنمسا تمنح الأوكرانيين بطاقة إقامة طويلة الأمد بشروط ميسرة أصعد الله أقاتكم مشاهدين وإليكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم تصدر حزب الحرية اليمينية المتطرف الانتخابات البرلمانية في النمسا محققا 28.8% من الأصوات ومتقدما على الحزب المحافظ الحاكم واستفاد الحزب من مخاوف الناخبين حول قضايا الهجرة والتضخم والحرب في أوكرانيا وتبنى زعيمه هيربرت كيكل مطالب تتعلق بترحيل الأجانب وتعليق حق اللجوء كما دع الحزب إلى إنهاء العقوبات على روسيا وانتقد المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا بالإضافة إلى الدعوة للانسحاب من مشروع الدفاع الصاروخي الأوروبي وهذه النتائج تمثل تحولا سياسيا بارزا وقد تعقد جهود تشكيل الحكومة المقبلة حصل حزب الحرية FBO على المركز الأول للمرة الأولى في الانتخابات النمساوية ما شكل الصدمة للأحزاب التقليدية مثل حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذين أظهر ضحفا ملحوظا وفي ظل هذا الوضع يواجه النمسا تحديات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة حيث أعلن الرئيس أليكسندر فاندربين عن بدء مشاورات مع جميع الأحزاب ويبقى الخيار الأوضح لتحالف حكومي هو بين FBO وأوفاوبي رغم رفض الأخير التعاون مع زعيم FBO هيربرت كيكل وتشير التقديرات إلى أن عملية تشكيل الحكومة قد تستغرق أكثر من ستين يوما أثار فوزه حزب الحرية النمساوي FBO في الانتخابات الأخيرة أثار اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية ووصفت صحيفة ديفيلت الألمانية الفوز بأنه أفضل يوم في تاريخ الحزب مشيرة إلى استياء شعبي متزايد من جهتها رأت صحيفة تسايت أن هذا الفوز يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي مع تصاعد القوى اليمينية المتطرفة أما الإعلام البريطاني مثل بي بي سي فقد صلت الضوء على خطاب كيكل محذرا من تبعاته فيما وصف موقع بوليتيكو الأمريكي الحزب بأنه أول حزب يميني ذي ميول فاشية يفوز بانتخابات وطنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية أسفرت الانتخابات الوطنية الأخيرة في النمسا عن تغيرات مالية كبيرة في ميزانية الأحزاب السياسية حيث حقق حزب الحرية لأول مرة المركز الأول بنسبة 29.21% من الأصوات مما زاد من دخله السنوي بمقدار 5 مليون يورو ليصل إلى 11.3 مليون يورو في المقابل تكبد حزب الشعب خسائر ضخمة حيث سينخفض تمويله بمقدار 4 مليون يورو إلى 10 مليون يورو سنويا وهو الأسوأ في تاريخه كما كسب الحزب الاشتراكي 200 ألف يورو إضافية أما الأحزاب الصغيرة مثل كا بي او وحزب البيرة فتتلقى دعما ماليا بالرغم من عدم دخولها البرلمان مع حصول الأول على 364 ألف يورو والثاني على 302 ألف يورو وأيضا مع حزب الحرية الذي حقق انتصارا تاريخيا في الانتخابات الأخيرة مستفيدا من تحويل أصوات العديد من ناخبي حزب الشعب أو فوبي السابقين وخاصة في فيينا وأظهرت تحليلات تدفق الناخبين أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد 70 ألف صوت بسبب عدم مشاركة ناخبيه بينما كسب الحزب 34% من ناخبي حزب الخضر السابقين في المقابل فقد حزب الشعب 56 ألف صوت لصالح حزب الحرية مما يمثل 28% من ناخبيه وقد يؤثر هذا التحول في توازن القوى السياسية على المشهد الانتخابي المقبل الخاص بمدينة فيينا واعتبارا من الأول من أكتوبر بات بإمكان الأوكرانيين اللاجئين في النمسا التقدم للحصول على بطاقة أحمر أبيض أحمر بلاس وهي تصريح إقامة مؤقت قابل للتجديد وأطلقت مدينة فيينا حملة توعوية متعددة اللغات لدعم المتقدمين ويشترط للتأهل أن يكون المتقدم قد عمل لمدة 12 شهرا خلال العامين الماضيين مع تأمين صحي كامل وأشار نائب عمدة فيينا كريستوف ديركير إلى أن البطاقة تمنح الأوكرانيين وأصحاب العمل منظورا طويل الأمد فيما ستظل حماية النازحين السارية حتى 2025 ويمكن لحمل البطاقة الانتقال لاحقا إلى الإقامة الدائمة في الاتحاد الأوروبي ومع نهاية نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة وأذكركم بضرورة تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا أدهم اللي أطيب الأوقات إلى اللقاء اشتركوا في القناة